أخيراً تفرح جماهير نادي الزمالك أخيراً تسعة جماهير نادي الزمالك جماهير نادي الزمالك تعاني كثيراً 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 هذا الموسم سبحان الله فرحة عظيمة الموسم الماضي وبداية موسم سيئة جداً لنادي الزمالك نهاردة نادي الزمالك الحقيقي نادي الزمالك بلعبيه اللي عملوا أداء رائع جداً الموسم الماضي بنفس الروح الموسم ده في المباراة دي مباراة التراجي النهاردة الزمالك لعبها بامتياز على مستوى الجهاز الفني بقيادة جوزفالدو فريرة وعلى مستوى كل اللاعبين كل اللاعبين النهاردة كانوا رؤعين سيف فاروق جعفر وسيف الجزيري وزيزو ودونجة وروقة فاتوح وحمزة المسلوسي اللي هتدينه شوية كلام كتير النهاردة بصراحة يستحقوا الأداء النهاردة كان فيه روح وحماس مش بس أداء فني مميز في الملعب بس سيف الجزيري مثلا من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة بيجري وبيضغط وبيعمل أداء رائع جدا زيزو كالعادة ثلاث أهداف النهاردة للزمالك اتنين أسستل زيزو وهدف سجله من ضربة جزاء كالعادة يعني زيزو حتى لو هبط مستوى في بعض المباريات الأخيرة النادي الزمالك لكنه يبقى هو الورقة الأهم الأبرز الأكثر فعالية في تشكيلة نادي الزمالك حالة لوحده حالة ولو هبط مستوى الفترة الماضية فمؤكد هبط مستوى أنه هو الوحيد اللعيب اللي ما بيتغيرش في تشكيلة نادي الزمالك هو مش مكانة واللي هو جرافيكس في البلاي ستيشن هو راجل عنده أمور بدنية ورغم كده دائما يعطي ودائما يؤدي حتى لو هبط مستوى فالحد الآن بتاعه خمسة من عشرة ما ينزلش عنه يعني ده زيزو سيف فاروق جعفر تحول مع جزالدو فريرة وخد بالك بقى خد بالك من تفصيلها مهمة انتقادات كثيرة لجزالدو فريرة للفترات المضاية واستحكاها بالمناسبة يعني بس ميزت فريرة انه يعرف يشتغل على كل لعب لوحده سيف الجزير اللي طلع يوسف أسامة نبيه وطلع سيد عبدالله السنان اللي فاتت السنة دي بيبرز جدا سيف فاروق جعفر شفنا سيف النهاردة عنده أدوار دفاعية جيدة عنده أدوار هجومية جيدة عنده تدخلات قواية الحاجات اللي كانت نقصى سيف شفناها النهاردة في سيف فاروق جعفر بشكل رائع جدا وسجل الهدف الأول في الديئة تسعة بعد ما حاول يستخلص الكورة وخد بوزيشن كويس خد بينه تمرينة زيزو أداء رائع جدا سيف فاروق جعفر بعد كده زيزو سجل الهدف الثاني من ضربة جزاء عملها عملها سيف الجزيري في الديئة تسعة وعشرين وعلى كده رياض بنعاية في الشوت التاني سجل هدف في الديئة سعة وخمسين إلقنا شوية ولكن سيف الجزيري خلص الموضوع في النهاية وريح كل الناس الزمالك النهاردة حلو الزمالك النهاردة يفرح الزمالك النهاردة يبني على ده كتير جدا الزمالك كان في أمس الحاجة لفوز مهم كبير زي ده مش بس عشان موقفه المعقد في مجموعته بدورة أبطال أفريقيا لأ عشان يعرف يحس تاني إنه فريق أنا متكلم فريق كبير ما قصدش فريق كبير كنادي الزمالك كده كده نادي الزمالك اسم كبير كنادي أنا متكلم على الفرقة دي اللاعبين دول والجهاز الفني دول وده يعرف إنه فريق كبير فوز بسلسية على التراجي يبني عليها نادي الزمالك معنوياً وفنياً كثير الفترة القادمة لسه عنده مواجهة في منتهى الأهمية أمام شباب بوليزداد في الجزائر وإن شاء الله يكسبها بالمناسبة يعني بالمناسبة في 2001 الأهلي كان عنده مواجهة أمام شباب بوليزداد بطولة 2001 وكان محتاج يفوز فيها في الجزائر ساعتها النادي الأهلي كسبها وكسب بعدها البطولة بعد 14 سنة غياب عن الفوز بهذه البطولة فلعله وعسى شباب بوليزداد يكون بوابة أخرى لنادي مصري إنه يبقى يتأهل ليه الدور القادم الزمالك مسلوسي فتوح سنائية الدفاع عبدالغاني واحسام عبدالمجيد دونجة ورؤة وسيف فاروق جعفر حتى مصطفى شرب النهاردة تحسن كثيراً زيزو وسيف الجزيري ووراه محمد صبحي خلق بالك محمد صبحي النهاردة لعب دور عظيم جداً في هذه المباراة هو اللي عمل الكرة اللي جام منها سيف الجزيري ضربت جزاء كرة سريعة وطويلة جام منها سيف الجزيري ضربت جزاء وهو العمل الكرة الطويلة اللي في آخر المباراة اللي في ديها تسين اللي اداها زيزو وعمل بعدها زيزو عرضية لسيف الجزيري وسجل هدف وعمل تحول سريع جداً في الهجمة النهاردة فسبحي النهاردة عمل مباراة كبيرة باستثناء الخطأ اللي بعده عمل الكرة الأخيرة اللي هو طلع الكرة ممسكش الكرة وطلع تركنية بأكاد أصدل الكرة هايل هايل زمالك هايل زيزو هايل بس أنا واقف شوية عشان ياخد حقه بصراحة أنا عارف كل الناس النهاردة هترمي الكلام على زيزو على سيف الجزيري ويستحقه طبعا طبعا بس حمزة المسلوسة حالة عظيمة تستحق الإشادة الراجل ده أول منضم النادي الزمالك كان عليه انتقادات مرعبة تهد أي لعب مصري مش لعب محترف كمان تهده كل المشاكل اللي كانت في نادي الزمالك مشاكل فنية أو خسائر أو تعادلات كان يتحملها دائما حمزة المسلوسة ده ما بيعافش يلعب هو ده إزاي لعب دولي في المنتخب التونسي هو اللعب دوت إزاي موجود في نادي الزمالك هو الزمالك إزاي اختار واحد إزاي حمزة المسلوسة ده إحنا كان عندنا حمد النقاز كان أحسن منه ده حسن إمام أحسن منه قبل ما يعتزل كل الناس كانت تنطقت دائما حمزة المسلوسة وجيشه صفالده في ريلا الموسم اللي فات وظفه كثالت في وسط دفاع نادي الزمالك أدى بشكل رائع جدا حتى لما لعب النهار ده كزغير أيمن كان رائع جدا لما دخل ثالت لما حول طريقة اللعبة في ريلا في الشوت التاني كان رائع جدا والأهم بالنسبالي في حمزة المسلوسة هي الروح والحماس اللي عنده طول الوقت طول الوقت الزمالك واقع هتلاقي حمزة المسلوسة بيلعب بروح الزمالك في أحسن أحواله هتلاقي حمزة المسلوسة بيلعب بروح عنده أخطاء طبعا زي كل اللعبين بيجي له أخطاء على فترات بس هو واحد من أكتر اللاعبين سباتا في المستوى في نادي الزمالك حتى مع تراجع النتائج الفترة المضاية كان حمزة المسلوسة رائع أداء رائع النهار ده أداء مميز أداء كبير يستحق كل الإشادة لاعب من لا بد أن يرحل من نادي الزمالك إلى واحد من أهم لاعب نادي الزمالك في التشكيلة الأساسية ممتاز بصراحة حمزة المسلوسة أداء كبير جدا من كل اللاعبين ألف مليون مبروك لنادي الزمالك يبنوا على ده الفتر الجامع